طب هل هي بتبقى مشاعر حب فعلاً؟ ولا هل هي مشاعر متلقبطة؟ وفكرة الحب الأول اللي بيقولوا عليه ده ده حقيقي؟ ولا ده أي كلام؟ لحد الثانية اللي احنا بنتكلم فيها زي مفيش نظرية واحدة طلعت أكدت هل ده حقيقي ولا أي كلام؟ فيش نظرية علمية لا مفيش نظرية علمية أسباب تت تب تجارب الخبرة بتقول إيه؟ ولكن احنا بنقول الحب الأول آه طبعا موجود وحب النظرة الأولى طبعا موجود وحب المراهق ممكن يستمر وممكن يعيش وممكن يبقى حب كبار آه طبعا ممكن مثل معلش العقل يعني عقل المراهق ساعتها ما بيكونش مكتمل الندوك فبالتالي يعني كفتين الميزان كده اللي هو العقل والعاطفة العاطفة هي اللي هتعل أكتر فإزاي يقدر الحب يستمر في بحلاته؟ صح لأنه ما بيقدرش يغلب عقله على عاطفته لأنه هو إيه اللي بيحركه هنا؟ مشاعره وقلبه العاطفة هنا بقى الفرق ما بين الحب والإعجاب بيظهر في النقطة دي عند المراهق تحديدا لأنه هو بيبقى معجب بإيه؟ بمعجب بصفة جزء معجب بموقف أو البنت بتبقى معجبة بموقف بطولي من زملها ده موقف هو عمل موقف بطولي قدامها فهي حبة ده حبة الموقف ده ولكن المسمى الحقيقي لحقها بس ميسك كده بس ميسك شنطتها وهي بتقع الله مجرد ما ميسك شنطتها كده هي حبة إيه؟ هي حبة الموقف الإنساني اللطيف اللافتة اللي هو عمله ولكن هو مش حب هي أعجابت في حقيقة الأمر بالموقف اللي هو عمله مش بالشخص ككل لأن الحب مشاعره مختلفة طب أنا عايز أركز في نقطة تفضل يوم هتديكي مثاله وقولي ليه هو وارد ولا لأ فكرة إن الحب المراقة ممكن يعيش طب يعني فيه نظرية كده بتقول مش نظرية علمية يعني نظرية حياتي حياتية ميسك طب فكرة إن هو مراهق وأكيد بيحب مراهقة طب فاطمة كانت ما عندهوش حل تاني آه طبعا فاطمة كانت بتقول بس العقل مش موجود يا جماعة صح والشخصيات لسه ما تكونتش بس هما لو بيحبوا بعض بجد لو ما شاعر صدقة أتخيل أن الشخصيات دي ممكن تكبر مع بعض وتتطبع على بعض من الصغر وتبقى فيه تآلف وينجح لو هو حب حقيقي حصلت وأكيد أكيد معظمنا في حياته مر بالتجارب دي شاف قدامه نمازج من أيام الجامعة اتنين كده قبل كملوا بالضبط هي موجودة بس يمكن تقول النسبة قليلة شفاية قليلة وإحنا حتى لما بنلاقيها النموذج ده قدامنا ياه دول مع بعض من زمانه يكمل وإحنا حتى بندعمها بفكرة الاستغراب مع الانبهار ونسقف لهم كمان لنتوا قدرتوا تكملوا من مرحلة الانتقالية دي وتكملوا فيها بيتقال بعد كل ده إزاي ده كان بيعمل لها مش عارف إيه ده كانت بتعملوا إيه إزاي الدنيا تغيرت لأنه هم ما كانوش اكتشفوا نفسهم وقت ما حابوا بعض وهو ده الفرق ما بين العلاقتين مرحلة المراقة لما كملت أو اللي ما كملتش ما إحنا أصلا بنرجع للأصل لإيه في مرحلة المراقة الشاب والشابة لسه ما عارفوش نفسهم هم ما عارفوش احتياجاتهم فبتالي هم لسه متزبزبين إحنا كل عشر سنين بيتغير تفكيرنا بالكامل منطقنا بيختلف الأصول اللي إحنا متربين عليها بتفضل ثابتة فينا والركيزة موجودة آه ولكن اهتماماتنا بتختلف بالزبط طريقتنا في التعبير عن نفسنا بتختلف المجتمع نفسه بتغير كل حاجة بالزبط فإحنا بنتغير بالتالي معاه منطقنا بيختلف فإحنا لما بيحصل عندنا التغيرات دي ونبدأ بقى من مرحلة المراقة ندخل نستقر شوية ونتخرج من الجامعة ونبدأ بقى نشوف الحياة تشوف شوية المعاناة الصغيرين كده بتاعة المسئولية تبدأ اهتماماتنا تختلف يبدأ أصلا اكتشافي النفسي يظهر إيه ده ده أنا بديق من ده ده أنا الأسلوب ده بيزهرني ده أنا محتاج ده ده أنا لو بكونش مدركي على سير الاحتياج بقى فيه نظرية لأركسن عن المراحل والاهتمامات بتقول إن المراهق أو الشخص لما بيوصل لسنة 18 سنة بيبدأ احتياجه في فكرة تكوين أسرة والاندماج أكتر في المجتمع فبداية مرحلة المراهقة ممكن تكون هي مرحلة أولية لفكرة إن المراهق عايز شريك لحياته أكتر بداية الفكرة ولكن بداية تنفذها في مرحلة عمرية مختلفة بداية الفكرة اللي هي الشاب أو الشابة بيبدأوا يفكروا إن هما في احتياج لطرف تاني يكونوا متواجدين معايا في حياة كاملة طب هنا الاحتياج ده يتحسد الخطوة الأولى عقل ولا عاطفة يعني أنا راجل عايزة ارتبط ويبقى عندي شريك حياة على ذكر فاطمة ويكون أسرة أدور بعقلي ولا بقلبي الأول تدور بعقلك ولا بقلبك تدور بالاثنين أنهل اللي الأولوية أنهل تدور بالاثنين